والعلاج لهذا الكبر كي نخرجه من قلوبنا ومن نفوسنا أولاً أن نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى وأن نتذكر ضعفنا وعجزنا أمام الله سبحانه وتعالى فعلى ما تتكبر يا إنسان وأنت قد خلقت كما قال القائل من يعني نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذه وهذه تحمل في بطنك العذرة الإنسان مخلوق ضعيف وإنما الذي يسيره ويقويه ويعينه على كل الأمور هو الله خالقه سبحانه وتعالى فلو تجمدت نقطة دم صغيرة في دماغه ربما لفقد عقله أو سمعه أو بصره أو بعض حواسه ربما لا استحقره من كانوا يحترموه وربما لاستهان به من كانوا يعظموه وربما لصار مجنونا بعد أن كان عاقلا سبحان الله فإذا يشهد الإنسان المنة لله سبحانه وتعالى فإذا شهد المنة لله لا يتكبر لما يتكبر عنده علم العلم من الله سبحانه وتعالى عنده قوة القوة من الله عنده نسب ليس له في هذا النسب حول ولا قوة إلا أنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى ما الذي عنده جمال الله سبحانه وتعالى جمله وفي أي وقت يمكن أن يفقد هذه الأمور يمكن أن يفقد جماله ممكن أن يفقد قوته ممكن أن يفقد ماله ممكن أن يفقد أولاده فلما يغتر بها فلذلك الإنسان إذا تذكر ضعفه وعجزه وشهد أن الفضل كله لله سبحانه وتعالى وأن الخلق كلهم عباد الله إذا عرف ذلك وأيقن به فإنه يتواضع لله ويتواضع لعباد الله وأيضا عليه أن يتذكر أن خواتيم الناس مجهولة بالنسبة له فهذا الذي أرى أني أفضل منه ممكن أن يصبح أفضل مني وممكن أن أسلب أنا هذه النعم فأكون أقل منه فلا أرى نفسي أكبر منه ولا أعظم قدرا أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبنا الكبرى وكل الآفات والأمراض وأن يسلم قلوبنا ويجعلنا يوم القيامة من الناجين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين